موسيقى السلام عليكم اهلا بكم الى موجزي التاسعة البداية بملف التعاون فبتكليف من رئيسي الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف ابتداء من اليوم في زيارة عمل الى تركيا حيث سيترأس خلال هذه الزيارة مناصفة مع نظره التركي هاكان فيدان اشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية التركية للتخطيط كما ستنصب اشغال هذه الدورة على التحذير للقمة المقبلة التي ستجمع الرئيسين عبد المجيد تبون ورجب طيب اردوغان بالجزائر قريبا بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين الشقيقين استعرض وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الخارجية لورد طارق احمد خلال اتصال هاتفي استعرض علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين لسيما افق انضمام الجزائر لمجلس الامن كعضو غير دائم ابتداء من العام المقبل وكذا التحذير للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي الجزائري البريطاني المزمعي عقدها شهر نوفمبر القادم بلندن كما تبادل وجهات النظر والتحاليل حول تطورات الازمة في النيجر على ضوء مبادرة الحل السياسي التي تقدم بها رئيس الجمهورية دوليا وفي الشأن الصحراوي اكدت وزارة الاعلام الصحراوية نزيارة المبعوث الشخصي للامين العام الاممي للصحرائية الغربية سيفن ديمستورا الى المناطق الصحراوية المحتلة يجب ان تشكل فرصة حقيقية للاطلاع المباشر وغير المقيد على سجل القمع والحصار المفروض على المناطق الصحراوية المحتلة وتتزامن الزيارة مع الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها اول امس الاثنين جمعيات حقوقية صحراوية بالعيون المحتلة للمطالبة بالحق في الاستقلال وتقرير المصير الزيارة التي مكنت ديمستورا من الاطلاع على حقيقة الوضع وطرق القمع الوحشية للاحتلال المغربي للمتظاهرين كما تعد دليلا على حجم المعاناة للصحراويين ورسالة واضحة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي مفادها ان نزاع ما يزال قائما بالصحراء الغربية وان الشعب الصحراوي مصمم ومسر على مواصلة نضاله من اجل حقه في الحرية والاستقلال في المغرب يتوصل الغليان في الشارع المغربي الذي يشهد احتجاجات عارمة منددة بالزيارة المرتقبة لرئيس مجلس المستشارين في المغرب الى الكيان الصهيوني المحتل وبامعان نظام المخزن في سياسة التطبيع رغم تصاعد جرائم جيش الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ودعا المحتجون الى المشاركة المكثفة في الاحتجاجات المقررة غدا الخميس امام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط ويرفض الشارع بكل اطيافه وفئاته الخطوة المشؤومة ضمن مسلسل الهرولة والارتماء في احضان العدو الصهيوني ويعتبر الامر سابقة خطيرة من مؤسسة يفترض انها تمثل الشعب وتتبنى موقفه الداعم لفلسطين والرافض للتطبيع بكل اشكاله في الاراضي الفلسطينية المحتلة استشهد امس فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بمنطقة الاغوار شرقية ضفة الغربية كما اصيب اخرى بالرصاص وعدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة نابلوس والخليل هذا فيما اغلق الاحتلال كافة المداخل بالمدينة وشن حملة مداهمات واعتقالات بالقدس المحتلة الى اخبار الرياضة اجرى امس المنتخب والوطني لكرة القدم ثاني حصة تدريبية بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينا وذلك تحسبا لمباراة الجولة السادسة والاخيرة من تصفية كأس امم افريقيا بكود ديفوار امام منتخب تنزانيا غدا الخميس بملعب التاسع عشر مايه ستة وخمسين تسعمائة والف بعنب امس المحن هم ينشهون هم استفقارات والخريطة لفمحادة كثيرا وما ينشهون طريقة بالحق التل��러 كذلك يعمل، امس الكثيرا انزان للخمس ايسا من اليسا على سبحاتذ لا يدعوناها في المحن ينزل الطعام ايما تتحيات البابات الماضي في هذا المعنة قليل الاني يقع اتقاد بالخدمة وما تقليل من الهاجئيين لذلك يرجعون ذلك فهي مرة مرة أولا بعد كما يتوقع لن نفسي في الانتقليل من قبل ويوجد انتظر في العام ويجعل ذلك ويجعل ذلك على كل مرة مع جديد من المدينة من الأولى من يكون دعوني وأيهم ترسل ويوجد شخص سيلاً جبكي ويقوم بشكل ملي ونفعل بكمة مل تقليل فهرم أن تتطبيق المفارئ لذلك أثنين المساعدة ويكون مبادها لذلك النظام بكولات إنه رائع جدا لذلك يسوف نقادها لهم أعطي للأ nouns ويسوف يتغل على المعنى وعندما يبدو أنهم أجل تطبيق معاً ونسبب لمشاركة في النجاح ويجب علينا فرقاء على المشاركة وكذلك يوجد تقوم بشاركة في النجاح وعندما يكون مريضاً لدواجع سنقوم بالغاية مع نجاح مع الناس المنزل كان هناك معشارك في النجاح ومن يجب أن نتعب المشارك ومن خلق المشاركة إن شاء الله انتصلنا بشيئ بحيظات، بحيث المعملات لكي يريدون تكون كما مئتين بشأنه لك تتعطي بتعليكة وتمليك أفضل معك أفضل لأفضل تفضل لأسفرات أفضل عليكم أن يكون هناك إلي المعارضة أبع ايضاً سيارة و muitas جودة قليلاً سيارة للأسفر كما ترحلون على الانتحام هناك دوما يكون سوف تقليل أعجب أن يكون هناك من تحديث ومستحق التعليل مع عيب نحن نحن نفعل خلالة كانت عدد لم تجله و شفتنا لفتنا ليه محلق بأيك لذلك هي العملي فرقا بحقا لذلك يتبعه من حدث إلا ما هو سيف�� ما هو مثالين صارتنا لأنه سيما يretرنا لكي نظام لنا لجلد محلقة كما نحن لدينا في ما هو المكان وهذا سيما أنه سيعطرنا لتمثير محلقة لتشعرنا معا لنفسه لنفسه إذا سيمان سيمان كما نكتا حظ موفق لمنتخبين الوطني ختام الموجزة الإخباري شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله